اشتركوا في القناة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في خطبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في التوحيد التي رواها الكوليني في باب جوامع التوحيد وصلنا إلى هذا المقطع بأن الإمام علي عليه الصلاة والسلام ينزه الله سبحانه وتعالى عن الصاحبة وعن الولد فالله سبحانه وتعالى ليس له ابن لا ابن بالمعنى الحقيقي ولا ابن بالمعنى المجازي كما أنه سبحانه وتعالى تطهر وتقدس عن أن يتخذ صاحبه فليس له صاحبه والذين توهموا بأن الله له صاحبه إنما شبه الله سبحانه وتعالى بأنفسهم مع أن الله لا يحتاج إلى شيء مما يحتاج إليه الخلق لأنه الغنى المطلق والناس هم الفقر المطلق أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام ينزه الله سبحانه وتعالى عن الشريك فقال وعز وجل عن مجاورة الشركاء فليس له فيما خلق ضد ولا له فيما ملك ند ولم يشركه في ملكه أحد حل هناك مخلوق يشارك الله سبحانه وتعالى كلا حل هناك إله آخر غير مخلوق يشارك الله سبحانه وتعالى كلا فليس في المخلوقات ما هو شريك لله سبحانه وتعالى كما أنه لا يوجد له شريك آخر من غير المخلوقات لأن جميع الوجود إنما هو مخلوق لله سبحانه وتعالى فلا يوجد شيء غير مخلوق فإذن الشريك غير المخلوق هذا من باب السالبة بانتفاء الموضوع لا يوجد شيء غير مخلوق لله حتى نقول بأن هذا الشيء صار شريكا له كما أن مخلوقاته أيضا ليست شركاء له وهذا الكلام من الإمام عليه الصلاة والسلام على اختصار ألفاظه يتضمن حقائق كبيرة وتعليل لهذه الأمور التي نفاها الإمام عليه الصلاة والسلام لماذا الله سبحانه وتعالى ليس له فيما خلق شريك لأن هذه مخلوقات له والمخلوق لا يمكن أن يكون شريكا للخالق في أي شيء يكون شريك هل في الخلق يكون شريك فهو مخلوق وذلك خالق هل في صفة من الصفات يكون شريك والخالق منزه عن المادة وعن عوارض المادة في حين أن المخلوقات كلها هذه مادية وعوارض المادة ملازمة لها فإذن لا يعقل أن يكون في مخلوقات الله شريك لله سبحانه وتعالى هل هناك موجود آخر ليس مخلوقا لله وهو يكون شريك هذا أيضا محال لماذا لأنه قد مر سابقا في باب نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى بأنه يستحيل أن يكون هناك أديمان يستحيل أن يكون هناك موجودان كلاهما أزلي أبدي لماذا؟ لأن القديم الذي هو أزلي أبدي هذا غير محدود ويتحلى بجميع صفات الكمال فإذا كان موجود آخر أيضا فرض أن ذاك غير محدود وأنه قديم لازم يختلف عن هذا في شيء لأنه إذا هناك موجودان الموجودان يختلف أحدهما عن الآخر في شيء من الأشياء لذا صارا اثنين وإلا إذا اتفق في كل شيء هذا مو اثنان وإنما واحد إما في المكان يختلفان إما في الزمان يختلفان إما في جهة من الجهات يختلفان في صفة من الصفات يختلفان فإذا كان هناك موجودان قديمان إذا صفاتهما ووجودهما كله متفق مع البعض الآخر فهذا وجود واحد وليس وجودان وإذا اختلف في شيء نقول ما هو هذا الاختلاف الذي يعبر عن في علم الكلام ما به الامتياز ما هو هذا الاختلاف الله يتحلى بكل صفات الكمال وهو ليس بمحدود ليس في مكان ليس في زمان إذا ذاك الثاني كان في زمان حتى يكون وجه الاختلاف أو كان في مكان حتى يكون وجه الاختلاف أو كان محدودا أو لم يتحلى بصفة من صفات الكمال أو تحلى بصفة من صفات النقص فيستحيل أن يكون قديما فإذا لم يكن قديما فلا يكون إلها مع الله سبحانه وتعالى عن ذلك وهذا تفصيله قد مر سابقا في الأبواب الأولى من كتاب التوحيد من الكافية الشريف ذكرنا برهان الفرجة وبراهين أخرى فإذن الشريك هل هو من المخلوقات؟ هذا يستحيل لأن هذا المخلوق موجود مادي هو عجز مطلق وفقر مطلق يحتاج إلى خالقه في كل شيء فإذن لا يمكن أن يكون شريكا له وإذا هذا الموجود غير مخلوق فقد ذكرنا أن غير المخلوق هو واحد فقط ويستحيل أن يتعدد والإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الكلام يشير إلى هذه النقاط ولكن بإشارات إجمالية ولذا الإمام يقول وعز وجل العز هي المنعة الله سبحانه وتعالى له المنعة لأن يكون له شريك أعز من ذلك وعز وجل الجلال هو الارتفاع الله سبحانه وتعالى أرفع من أن يكون له شريك وعز وجل عن مجاورة الشركاء يعني أن يكون له شريك فيجاوره ذلك الشريك كما الشركاء في الدنيا يجاور بعضهم بعضه وعز وجل عن مجاورة الشركاء فليس له فيما خلق ضد ولا له فيما ملك ند ذكرنا الضد هو الشبيه المضاد الند هو الشبيه الذي لا يضاد هنا الإمام يقول فليس له فيما خلق ضد يستحيل أن يكون له شريك يضاده في مخلوقاته لأن هذا مخلوق والمخلوق يستحيل أن يكون شريكا للخالق وأن يضاد الخالق الأصنام التي كانوا يعبدونها ويعتبرونها شركاء لله عز وجل أو بعض البشر الذين كانوا يعبدونهم ويتصورون أنهم شركاء لله كعيسى مثلا عليه الصلاة والسلام هؤلاء مخلوقات لله أجسام مادية لم يكونوا ثم كانوا الشيء الذي لم يكن ثم كان هذا لا يعقل أن يكون شريكا وشريكا مضادا الثنوية يزعمون بأن هناك إلهين اثنين يعبرون عن إله الخير بيزدان ويعبرون عن إله الشر بأهرمن وكم قد ظل من يقول باليزدان ثم الأهرمن هؤلاء حسب ما يذكر بعض المؤرخين كانوا هكذا يعتقدون بأن إله الخير الذي هو يزدان عندهم هذا خلق إله الشر ثم عجز عن مقارعته هكذا يزعمون فيعتبر أهرمن مخلوق لكنه صار شريكا للخالق وهذه عقيدة باطلة كما بينا وإنما العقيدة الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى خلق الوجود وخلق إبليس أيضا وإبليس بسوء عمله وبتمرده على الله سبحانه وتعالى تحول إلى مثال الشر لا أنه صار إلها لا هو مخلوق وهو أعجز من أن يعارض الإرادة الربانية إلا بالمقدار الذي الله سبحانه وتعالى يعطيه من الاختيار لكي يتحرك في ضمن هذه الدائرة الاختيارية حينما عصى الرب ولم يسجد لآدم الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الاختيار وقد ذكرنا فيما مضى الفرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية الإرادة التشريعية بأن الله سبحانه وتعالى يصدر الأوامر ويجعل العبيد مختارين في تنفيذ تلك الأوامر أو عدم تنفيذها فالشيطان هذا لم يرق إلى أن يكون شريكا لله ولم يخرج عن ملك الله وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي أنظره قال أنظرني إلى يوم يبعثون وفي يوم القيامة يلقيه في نار جهنم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إذن فليس له فيما خلق ضد شبيه يضاد كلا ولا فيما ملك ند فيما يملكه الله سبحانه وتعالى وهو الوجود بأسره كله ملك لله الملكية الحقيقية إنما هي لله والملكيات التي توجد للمخلوقات إنما هي ملكيات اعتبارية أنت تملك دارا هذه ليست ملكية حقيقية ملكية اعتبارية الملكية الحقيقية هي ملكية الله سبحانه وتعالى للأشياء هذه التي لا تزول لكن ملكياتنا هي ملكيات اعتبارية اليوم أنت مالك بعد موت الإنسان ينتقل إلى ورثته بعد أن يبيع تنتهي ملكيته ولا له فيما ملك ند هذا بالنسبة إلى مخلوقات الله هل هناك غير مخلوق يكون شريك كلا ولم يشركه في ملكه أحد أيضا هذا الكلام يتضمن الدليل ولم يشركه في ملكه أحد يعني هذا الوجود بأسره هو ملك لله سبحانه وتعالى فكيف يشركه أحد غير مخلوق لله مع أن الوجود كله هو مخلوق له سبحانه وتعالى ثم الإمام عليه الصلاة والسلام يبين تعليل آخر لهذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى ليس له شريك لا فيما يملكه ولا موجود آخر لا يملكه كلا كل الوجود ملكه الواحد الأحد الصمد الله سبحانه وتعالى واحد وقد ذكرنا فيما مضى أن الواحد بمعنى ما لا ثانية له الوحدة في الله ليست وحدة عددية تقول واحد اثنان ثلاثة هذه وحدة عددية في الأجسام في المخلوقات التي لها شبيه هذا يشبه ذاك لذا نقول هذا واحد ذاك اثنان لكن الوحدة في الله سبحانه وتعالى وحدة حقيقية بمعنى أنه لا ثانية له هذا الواحد في الله الأحد الأحد بمعنى أنه لا جزء له كل واحد مننا وكل موجود من الأجسام له أجزاء الله سبحانه وتعالى لا أجزاء له لأنه لا يحتاج إلى الأجزاء وجوده لا حدود له بسيط لا جزء له وهذا معنى الأحد الواحد الأحد الصمد الصمد ذكرنا أيضا السيد المصمود إليه يعني الذي يقصد في الحوائج والذي لا يحتاج إلى أحد والكل يحتاج إليه هو الصمد أما سائر الموجودات فكلها تحتاج إلى غيرها تحتاج إلى خالق يخلقها تحتاج إلى رب يدبر أمرها وبعضهم يحتاج إلى البعض الآخر حتى الملوك الذين كل شيء تحت قبضتهم وتحت اختيارهم هؤلاء يحتاجون للآخرين يحتاج إلى الحماية التي تحميه يحتاج إلى الجيش الذي يدافع عنه يحتاج إلى طباخ يطبخ له طعامه يحتاج إلى طبيب يعالج أمراضه وهكذا لكنه الله سبحانه وتعالى هو الصمد الحقيقي الذي استغنى عن الكل واحتاج الكل إليه الواحد الأحد الصمد هل الشركاء هكذا هل الأصنام هكذا هل البشر الذين اتخذوهم شركاء لله عز وجل هكذا كلا وإنما كلها وحدتها ليست وحدة حقيقية لها أجزاء لها ثاني تحتاج في كثير من أمورها إلى الآخرين فلا يمكن أن تكون ربا بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام الإمام أمير المؤمنين في هذه الخطبة ينتقل إلى مقطع آخر وهو بيان سرمدية الله سبحانه وتعالى السرمدي يعني الذي هو أزلي أبدي الأزلي يعني لا بداية له قديم ليس هكذا بأنه لم يكن ثم كان كلا ليس مسبوقا بالعدم هذه من صفات الله أنه أزلي أما الوجودات الأخرى كلها حادثة يعني لم تكن ثم كانت نحن لم نكن ثم كنا هذا الكون هذه السماء هذه الأرض لم تكن ثم كانت المادة الأولى لم تكن ثم كانت فليست أزلية ثم بعد ذلك الوجود له نهاية والله سبحانه وتعالى لا نهاية له كل شيء هالك إلا وجهه فلنا أمد مدة وننتهي عند تلك المدة حتى هذه السماوات والأرض تنتهي حسب ما يقول علماء الفلك في ضمن نظرياتهم أن الكرة الأرضية عمرها أربعة مليارات من السنوات وستبقى إلى بعد أربع مليارات سنة أخرى وبعد ذلك تنتهي والشمس كذلك تنتهي بعد أربع مليارات سنة والآية تقول إذا الشمس كورت هؤلاء يقولون ضوء الشمس ينتهي وتنفجر وتنتهي وكذلك يخمنون أنه هذا الكون الذي هو الشمس والمنظومة الشمسية جزء من هذا الكون سينتهي بعد أربعة عشر مليار سنة فكل شيء له نهاية سواء هذه نهاية قريبة أو هذه نهاية بعيدة إلا الله سبحانه وتعالى فهو أبدي هو الأول والآخر فالأزلي الأبدي يعبر عنه في علم الكلام بالسرمدي لا بداية له ولا نهاية له فكل الوجود الله سبحانه وتعالى يفنيه كل شيء هالك إلا وجهه ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يرجع الموجودات للحساب في يوم القيامة ثم يخلد أهل الجنة في الجنة ويخلد أهل النار في النار وخلودهم ليس هذا بالمعنى الأبدية لأن خلودهم بإرادة من الله سبحانه وتعالى وليس بإرادة ذاتية منهم أو بقابلية ذاتية الله سبحانه وتعالى يفيض الوجود آنا فآن لأهل الجنة ويفيض الوجود آنا فآن لأهل النار فوجودهم أيضا يتوقف في الخلود في الجنة أو النار يتوقف على إرادة الله سبحانه وتعالى لذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول المبيد للأبد الأبد يعني النهاية البعيدة الله سبحانه وتعالى هذه النهاية البعيدة لهذا الكون لهذه النجوم لهذه المجرات كلها يبيدها لا يوجد شيء أبدي سوى الله سبحانه وتعالى فهو الذي لا نهاية له المبيد للأبد والوارث للأبد يعني أي زمان هذا الزمان ينتهي في وقت فحينما ينتهي وينتهي الوجود الذي في ذلك الزمان الأشياء تفنى والله سبحانه وتعالى يكون موجودا وهذا يعبر عنه بالوراثة الآية الشريفة تقول وإن لنحن نحي ونميت ونحن الوارثون الوارث في الله من صفات الله الوارث بأي معنى بمعنى أنه الأشخاص الناس يموتون تفنى الأشياء والله سبحانه وتعالى باقي لأن الوارث يبقى بعد موت وبعد فناء المورث والله سبحانه وتعالى هو الواقي بعد حلاك كل شيء لذا هو الوارث سبحانه وتعالى والوارث للأمد المبيد للأبد لا يوجد شيء من الموجودات أبدي لأن الله يهلك هذه الأشياء وحتى في يوم القيامة خلودها بإرادة من الله سبحانه وتعالى والوارث للأمد الأمد هو نهاية الزمان الله سبحانه وتعالى ينهي الزمان وينهي الزمانيات وهو موجود فوارث لكل شيء الذي لم يزل كما ذكرنا المخلوق تغير لا الخالق المخلوق لم يكن ثم كان لا أن الخالق تغير وبعد ذلك بعد فناء المخلوقات الله سبحانه وتعالى أيضا هو الموجود فالمخلوق تغير من غير أن يتغير الخالق لذا يقول لم يزل ولا يزل وحدانيا الوحداني نسبة إلى الواحد أو نسبة إلى الوحدة وأضيفة الألف والنون هذه للتأكيد وللمبالغة مثل رباني رباني نسبة إلى الرب ولكن كونوا ربانيين كما في الآية الشريفة الرباني ألف ونون هذه من إضافات النسبة للتأكيد والمبالغة وهذه الكلمات هي عادة سماعية وليست قياسية لذا يقولون روحاني أو روحاني نسبة إلى الروح جسماني نسبة إلى الجسم ورباني نسبة إلى الرب وحداني نسبة إلى الوحدة لم يزل ولا يزال وحدانيا أزليا يعني لم تتغير أزليته ليس كما زعمت اليهود وقالت اليهود يد الله مغلوله أنه كان قادرا ثم تحول إلى عاجز أو يزعم مثلا البعض أنه كان موجودا ثم مات كلا هو الحي القيوم لا تغير في حياته لأن حياته عين ذاته لم يزل ولا يزال وحدانيا أزليا قبل بدء الدهور وبعد صروف الأمور يعني الله لم يتغير قبل أن الزمان يبدأ لأنه ذكرنا فيما مضى أن الزمان هو وليد الحركة إذا الأجسام غير موجودة الزمان لا يوجد إذا الحركة سريعة الزمان يكون سريع إذا الحركة بطيئة الزمان يكون بطيئ فقبل خلق الخلق لم يكن هناك زمان لأن الزمان يرتبط بالحركة في الأجسام المادية فقبل بدء الدهور يعني قبل أن تبدأ الزمانيات وأن يبدأ الزمان الله سبحانه وتعالى كان وحدانيا أزليا كان الله ولم يكن معه شيء قبل بدء الدهور الدهر هو الفترة الطويلة من الزمان هل أتى على الإنسان حين من الدهر فالأزمنة المتطاولة كثيرا المليارات من السنوات يعبر عنها بالدهور لأنها أزمنة متطاولة وبعد صروف الأمور يعني وحدانيا كان وحدانيا أزليا وسيكون وحدانيا أزليا بعد تغير أو فناء الأشياء صروف الأمور من الصرف يعني تغيرها بالزوال وبالفناء الأشياء تزول الله سبحانه وتعالى لا يزول قد ذكرنا فيما مضى بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى ذكرنا مثال قلنا إذا هذه الغرفة فيها إضاءة ثم أنت دخلت في هذه الغرفة وخرجت من هذه الغرفة هل الإضاءة تغيرت؟ لا الذي تغير أنه أنت دخلت في الغرفة وخرجت دخولك وخروجك لم يغير من الإضاءة شيء الإضاءة هي بحالها هي تكشف الأشياء سواء كانت الأشياء موجودة أو لم تكن موجودة حينما الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق هو ليس بجسم ليس في زمان ليس في مكان لا يحتاج إلى أحد يتحلى بصفات الكمال منزه عن صفات النقص فلما خلق الأشياء الأشياء وجدت لا أن الله تغير وحينما تفنى هذه الأشياء بإرادة من الله سبحانه وتعالى الأشياء تتغير لا أن الرب يتغير الذي لا يبيد ولا ينفد لا يبيد يعني لا يزول الله سبحانه وتعالى هل يموت؟ كلا هو الحي الذي لا يموت هل تنفد خزائنه بحيث أنه يعجز عن شيء؟ كلا فهو القادر التي قدرته لا تتغير لا تتغير هل خزائنه تنقص؟ كلا هو القادر لأن يخلق ما يشاء من الخزائن هل صفاته الذاتية تتغير؟ كلا لأن هذه الصفات الذاتية هي عين الذات عكس المخلوقات المخلوقات يعبر عن هذا الكون بالكون والفساد تتكون ثم تتحلل لها فترة صعود ثم فترة استقرار ثم فترة نزول هذه كل الموجودات مرحلة طفولة مرحلة استقرار مرحلة شيخوخة ثم مرحلة زوال سواء من الإنسان أو من الحيوان أو من النبات أو من الجماعة لا فرق في ذلك حتى الكواكب والأفلاك والمجرات هكذا لها بداية ومرحلة ثم نهاية لكن الله سبحانه وتعالى الذي لا يبيد يعني لا يموت ولا ينفد يعني لا تنفد خزائنه كما يقول سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق ويقول إن هذا لرزقنا ما له من نفاد صفاته لا تنفد عطاياه لا تنفد بذلك أصف ربي أمير المؤمنين في نهاية هذا المقطع من الخطبة يقول بذلك أصف ربي وهذا تعليم لكم تعلموا كيف تصفون الله سبحانه وتعالى لا كالمجسمة الذي أخذوا من كعب الأحبار ومن التوراة عقائدهم في ربهم كلا خذوه من أهل البيت الذين أخذوه من جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أخذه من الله سبحانه وتعالى من عين صافية لماذا الرسول وصى بالتمسك بالثقلين قال ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ولكن غالب المسلمين تركوا التمسك بالثقل الأكبر وهو القرآن الكريم وفسروه بأهوائهم خلطوا الناسخ بالمنسوخ والعام بالخاص والمجمل بالمبين والمتشابه بالمحكم فبآرائهم وأهوائهم فسروا القرآن فظلوا وأظلوا وأيضا تركوا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كيف تمسكتم بأهل البيت وأنتم أخذتم عقائدكم وفقحكم وأصولكم وأحكامكم من غيرهم هذا أي تمسك بهم بذلك أصف ربي فلا إله إلا الله من عظيم ما أعظمه يعني عظمة الله سبحانه وتعالى تثير التعجب هذه عظمة لا يمكن لنا أن نتصورها لأنها عظمة لا نهاية لها نحن المخلوقات العظيمة قد لا نتصورها لمحدوديتنا هذا الكون الرحب كيف تتصوره لا يمكن لك أن تتصوره هذا مخلوق فكيف بالخالق الذي هو أعظم من المخلوق المخلوقات كلها لا شيء أمام عظمة الله سبحانه وتعالى فلا إله إلا الله من عظيم ما أعظمه ومن جليل ما أجله الجلال هي الرفعة الله سبحانه وتعالى مرتفع وأنه تعالى جد ربنا يعني ارتفعت عظمته ومن عزيز ما أعزه العزة لله فإن العزة لله جميعا وإذا إنسان يعز فإنما عزته لأن الله أعزه فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين هؤلاء لا يشعرون بذلك حينما يرى مؤمنا مثلا مسجونا مؤمنا مظلوما يتصور أنه هذا ذليل لا هذا الله أعزه إذا أنت تتصور أنه هذا سجين فهو عند الله سبحانه وتعالى عزيز ومن عزيز ما أعزه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا وبذلك ينتهي الحديث الأول من باب جوامع التوحيد وهو خطبة لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أسأل الله سبحانه وتعالى يوافقنا وإياكم أن نتعلم معارف ديننا من الرسول ومن آله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين موسيقى موسيقى